نتحدث أن نوع العمل نفسه أعتقد أنه يفرد نوع الصوت الذي سيقدم التتر نوع الموسيقى التي ستكون موجودة الفنان الذي سيقدم التتر لونه شخصياً هل تتفق مع هذا أو لا؟ هذا طبعاً لأن التتر أيضاً مسؤول أن يدخلك في مود المسلسل ليس فقط أنه يعبر عن الحكاية لكن هذا المود مهم المود الذي هو حاجة علاقة بالصوتيات هنا الملحن هنا الموزع الموسيقى المهمة جداً الصوت الشاعر دوره أكتر في التعبير عن الموضوع لكن العناصر الصوتية زي يعني مين اللي بيختار العناصر الصوتية؟ أنا أعتقد أن المنتج يعني أعتقد أن الجهات الإنتاجية الشركة القائمة على الإنتاج هي اللي بتختار مين اللي هيعمل التتر وأعتقد أنه بيكون يعني بيكون الاتفاق مع عنصر واحد يعني عزيز شافعي مثلاً ملحن أغنية جميلة هو اللي كتب الأغنية فأعتقد أنه هو اللي كون بقى الفريق فريق الأغنية نفسه وفيكون فيه دويتوهاد ثنائيات يعني مثلاً فيه عزيز شافعي وتامر حسين دول ثنائي عاملين مذكرات زوج مع بعض وعملين كمان الصفارة وده غير أغاني كتير ليهم ففيه ثنائيات بتحصل فيه طبعاً فيه كمان فرق جديدة ظهرت يعني فيه ناس حتى شعراء جديدة دخلوا في مجال التترات زي مصطفى إبراهيم إحنا مصطفى إبراهيم شعر شاب من جيل جديد يعني صوت جديد معبر عن أفكار جديدة خلينا في سره الباتة الكنج محمد منير ما نفعش كده يعني نعدي مرور الكرام هو طبعاً وخالد يوسف ليهم عدد كبير من الأعمال يعني ممتدة وكان رحمة الله عليه الخال عبد الرحمن الأبنودي شارك برضه في عدد كبير من هذه اللمسات الإبداعية تقييمك إيه لتجربة محمد منير المرضي مع خالد يوسف في هذا العمل هي فعلاً هي أنا شاف أنها أميز وأنصر فيها زي بقول حضراتك هو مصطفى إبراهيم هو الشعر الغنية مصطفى إبراهيم هو اللي كاتب غنية سيرو الباتة غنية هي غنية لها طبع وطني معبرها طبعاً على حدث المسلسل اللي هي عن مصر بين عدوين في التاريخ والحاضر فهي الغنية لمست المشاعر الوطنية جداً التوزيع الموسيقي كمان هنا متميز يعني التوزيع الموسيقي الأحمد إبراهيم هو يعني فيه تيما كده بالكمانجات والعود بتكون مؤثرة وملحمية يعني مصرية أكتر مصرية وكمان العود المصر والكمانجات شوية الإحساس الملحمي بتاع المعارك بين نابوليون والمصريين يعني فالغنية موسيقية أنا شايف أنها متكاملة يمكن كان فيه مشاكل في أول تلات حلقات أو أربع حلقات كان هندست الصوت فيها مشكلة في ناس اشتاكوا هم مش سمعين مش فادين مش فادين يفسروا الكلام لكن المشكلة دي تم حلها سريعا في الحلقات الرابعة والخمسة يعني صحيح صحيح